طيب بداية بسم الله الرحمن الرحيم نرحم بسيد النقيب العام على أرض أسيوت والسادة النقابات الفرعية والتي كانت من ضمن المميزات التي أبداها سيد النقيب في بداية الجولة الانتخابية بتاعته أنه اللامركزية في النقابات الفرعية اللامركزية من الحاجات الجميلة جداً واللي بنسمينها ونشكر على سيد النقيب على اعتبر أنه وفرت الجهد والمال والوقت احنا كان عندنا سبوعياً بتطلع مؤمرية من النقابات الفرعية للنقابة العامة لنهاء إجراءات الكرنهاء ده كان بيأخذ وقت جامد بالنسبة لنا وكان بيبلغ النقابات الفرعية أموال طائرة الأمر ده أدى إلى طبعا أريحية جدا للسادة المحامين ووفر في الجهد والوقت والمال بالنسبة لنا فده خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة للنقابة العامة إنه فيه أدت إلى اللا مركزية بالنسبة للنقابات الفرعية بالضمن الحياة الكويسة جدا برضه من قرارات اللا مركزية اللي هي ختم البطاقة وده كان مطلب لنا في كل اجتماعات السيد النقيب أن يخلي بطاقات برضه توفير للوقت والجهد بالنسبة لأخذت من النقابة في النقابات الفرعية واستقراج الشهادات والسجلات من النقابة الفرعية طبعا قررت مجلس النقابة بأيتها الجماعية العمية بتأيتها لأنه فعلا عفرت الوقت والجهد للنقابات الفرعية وللزمن المحامين الزمين المحامين كان بعض الوقت كان بيسافر للقاهرة عشان نعمل كمية بتاعه نحن كنا بنوفر له مؤمورية كل اسبوع برضه كان بتأدي إلى ضياع وقت وجهد وأموال النقابة الفرعية برضه كان من ضمن المخصصة بتاعيدها كان بتصرف على المؤموريات اللي بتطلع للنقابة العام لاستقراج الكرنهات نادي أصوات الجديدة طبعا كان من بداية المرحوم الفقيل السيد الرجاء عاطية أنه طرح أرض النادي أصوات الجديدة لبعض الشركات وغرست على أحد الشركات في القاهرة وبدأ فعلا التنفيذ الفعلي على أرض الواقع في أصوات الجديدة وفعلا الأرض تم بناء بدروم وأرضي بالنسبة للأرض ويتبقى على صب أدى البدروم وشغالين الشركة شغالة على وساق من القادم إن شاء الله وخلال شهور قليلة يتم الانتهاء من النادي أصوات الجديدة بالنسبة للنادي النهري لشمال أصيوت ودي موجود على الترعي لربرهمية احنا طبعا كنا قدمنا طلب بالنسبة للنقابة الفرعية لشمال أصيوت باستصدار ترخيص من وزارة الرأي وفعلا صدر الترخيص اللازمة وتم عرض الأمر على السيد النقيب وتم عرض الأمر على استشاري الهندسي وتم استخراج الترخيص وتم معاية أرض النهدي إنبارح بمعالي النقيب وعضاء مجلس النقابة والذي وجهه بسرعة التنفيذ وإنشاء النادي النهري على الطرعة الابرهامية كان طبعا من ضمن الحاجات اللي وجه لها أنه طبعا كان أوصى بوجود مهندس الدكورات عشان يبقى موجود ويشتغل مع قدم الوساق مع المهندسين القائمين على إنشاء النادي